اشتركوا في القناة ويكون لنا طريقاً لقربه وتأكيداً لحبه وباباً لجمينا عليه وهديةً مقبولةً بين يديه وبعد فأحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فسلام الله عليكم ورحمةه وبركاته في اللقاء السابق ذكرتم أن بعض الأصوليين وأخص بالذكر إمام الحرمين الجويني نص على أن حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن نص على أنه حديث صحيح متفق على صحته وقلت لكم إن عدم إحاطة بعض علماء الفقه أو الأصول بعلم الحديث إحاطة كاملة لا يقدح في شأنهم ولا يترتب عليه نقص في علمهم أو إساء إلى كتبهم لكني رأيتم الذهبية في سير أعلام النبلاء وصف إمام الحرمين في الحديث بأنه لست عنده درايا بقول مع فرط زكائي ليست عنده درايا بالحديث إلى متنا ولا سند من أجل حديث معاذ بن جبل ونريد أن ننزه ساحة إمام الحرمين عن الخطأ بالنسبة لهذا الحديث حين قال الشيخ أو إمام الحرمين الجوين إن هذا الحديث في الصحاح وهو متفق على صحته هو لا يقصد بالصحاح صحيح البخاء أو مسلم وإنما يقصد أنه موجود في سنة أبي دول وسنة الترمزي وكل الكتابين في الصحاح الست ويقصد الشيخ من كلمة متفق على صحته غير ما يقصده علماء المصطلح متفق على صحته أو البخاري مسلم عند القمور أو البخاري ومسلم أحمد على ما ذكر صاحب المنطقة وإنما يقصد الشيخ بالمتفق على صحته أن الأمة تلقته بالقبول وفعلاً الحديث الأمة تلقته بالقبول إذ لا يتصور العقل أن يجمع علماء الأصول منذ ظهر العلم مدوناً إلى اليوم على حديث يسجلونه في كتبهم وهو ضعيف بهذه الصورة التي يراها المحدثون أو كثير من المحدثين الترمزي حين ذكر الحديث قال هذا الحديث إسناده عندي ليس بمتصل لأن عن شعب عن فلان عن الحارس بن عمر عن أناس من أصحاب معاذ فالذين أخذ عنهم الحارس غير معروفين فهذا يجعل في السند نكارة كما يقول علماء المصطلح وأقول لك هذه الرواية بالذات فيها شعبة وقد قال العلماء إذا وجدت شعبة في إسناد فاشدد يديك به أي بهذا الإسناد فهو صحيح ثم إنك لو بحثت عن تلاميذ معاذ بن جبل وأصحابه وأقرانه ما وجدت واحداً منهم متصفاً بالضعف أو بالتدليس وإنما كل أصحاب معاذ مشهود لهم بالسقة والصدق إذن حين يقول الحارس بن عمر عن أناس من أصحاب معاذ هذا يعطي للحديث قوة لأنه لم يروهي الحارس عن فرض من أفراد من الأفراد عن معاذ وإنما قال عن أناس قد تقول لي هذا كلام عاطفي أقول لك إن الحديث روي بإسناد آخر عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غن هو الذي أخذ الحديث عن معاذ عن معاذ أنتم حكمتم على الحديث الأول بالنقارة لأن الحارس بعضهم قادم ضعيف وأنه أخذ الحديث عن أناس مجهولين طيب هذا المجهول صار واضحاً في الرواية الثانية وهذا ذكره الخطيب البغدادي وأخذه عنه وذكره في كتاب إعلام موقعين بن القيم حتى نص العبارة يقول هذا الحديث وإن كان عن غير مسمين إلا أنه لا يقدح في صحة الحديث لأن الأمة تتلقت بالقبول على العموم الرواية الثانية وذكر هذا ابن القيم أخذاً عن الخطيب البغدادي الرواية الثانية فيها من سقط في الرواية الأول قالوا إن الحارس ابن عمر رجل مجهول غير معروف كيف هذا إن شعبة قال إن الحارس ابن عمر هو ابن أخي المغير ابن شعبة فهو غير يعني غير مجهول الإسم وغير مجهول الصفة لأنه من التابعين من طبقة أبيعون السقفي إذن حين تقرأ هذا الحديث في سنة الترمزي حين تقرأ كلام الشيخ الألباني عنه بأن الحديث لا يخلو هذا الحديث لا يخلو عنه كتاب من كتب الأصول وفيه نكارة في السند وفي المدن هذا كلام يعني لا تكون عاطفيا وتنقذ بسرعة وراء هذا الكلام لابد أن تحقق وتدقق هذا الكلام الحافظ ابن كسير مشهود له بالدقة قال في مقدمة تفسيره هذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد إذن السند قد يكون فيه شيء من الضعف أي حديث لا تقول هذا الحديث ضعيف قل ضعيف السند فيما أعلم سند بهذا السند وحكم على السند لا تحكم على المتن فقد يكون المتن متفقا مع القواعد الشرعية ومع القرآن ومن قديم قال العلماء علماء الحديث لا علاقة بين السند والمتن فقد يكون السند ضعيفا والمتن صحيحا وقد يكون السند صحيحا والمتن ضعيفا لا علاقة بين هذا بعد هذه المقدمة أقول كنا انتهينا من الكلام بإيجاز عن التفسير وعن اللمع وعن شرح اللمع وأقول أيضا بإيجاز وهذه مسألة مهمة لمن يريد أن يقرأ اللمع ولابد أن يكون الكتاب معكم لأنه سأتناول معكم شرح اللمع على طريقة شرح الأصول النصية في كليات الشريعة ليست مجرد قراءة فقط لا لابد من تحليل الألفاظ إن أردت أن تفهم مادة من المواد أو علما من العلوم هناك آراء ذكرها الشيخ الشرازي الشيخ أبو أسحاق في مسائل قالها خالف فيها الجمهور في كتابه التبصرة لكنه رجع إلى رأي الجمهور في اللمع وشرح اللمع أولى هذه المسائل أنه قال في كتاب التبصرة إن الواوى تفيل الترتيب إن الواوى تفيل الترتيب مع أن جمهور العلماء يرى أن الواوى لمطلق الجمع وليست للترتيب فهو قال إنها للترتيب في كتابه التبصرة لكنه رجع عن هذا الرأي إلى رأي الجمهور في كتابه اللمع وشرح اللمع وقال إنها لا تفدي الترتيب وهي كذلك لا تفدي الترتيب والترتيب في الوضوء مثلا لم نستفده من الترتيب الوارد في الآية رقم ستة من سورة المئلة ونمى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسيب ويه عالم النحو الكبير الذي عاش في الدنيا سلاسا وسلاسين سنة فقط عمره ذكر في كتابه أن الواوى لا تفيل الترتيب في سبعة عشر موضعا في سبعة عشر موضعا أن الواوى لا تفيد الترتيب وذي مسألة خلافية في من العلماء من قال أنها تفيد الترتيب لكن الأكثر على أنها لا تفيد الترتيب في التبصرة قال الشيخ أبو إسحاق وأنا قلت لكم أن التبصرة أول كتاب كتبه في الأصول وأمر بده أن الإنسان إذا كتب في أول حياته التأليفية كتب شيئا ممكن أن يرجع عن هذا الشيء في كتبه الأخرى لذلك إذا أردت أن تعرف رأي إمام من الأئمة في مسألة علمية وقد كتب في هذا الموضوع عدة كتب لابد أن تقرأ آخر كتاب للشيخ لابد أن تقرأ آخر كتاب للشيخ أما أن تقرأ الكتاب الأول يعني الرازي إن أردت أن تعرف رأيا ذكره في المحصول عارضه في كتابه المعالم وكتاب المعالم كتابه ميت ورأة كتاب لكنه كتبه بعد التفسير وبعد الأصول إذن فما ذكره في المعالم يقدم على ما ذكره فيه إن تعارض حصل إيه حصل تعارض فهنا الشيخ أيضا يقول النسخ في كتاب التفسير يثبت في حق الأمة بمجرد نزول النص الناسخ حتى ولو لم تعلم به الأمة كيف هذا يشيء واحد مقيم خارج المدينة المنورة ونزلت آية طبعا في العصر النبو كان فيه نسخ نزلت آية بحكم جديد كيف ألزم بهذا الحكم وأنا لم أعلمه بعد إنه يقول بمجرد نزول الآية النازخة مكلف بها كيف هذا لكنه بعد ذلك في كتابه اللمع رجع عن هذا القول وأن الإنسان لا يكلف بشيء إلا إذا بلغه هذا في كتابه التبصرة قال إن شرع من قبلنا شرع لنا لكنه رجع عن هذا القول في كتابه اللمع هذه أمور لابد أن تعرفوها وذه أمور دقيقة جدا يقول أيضا من بعض المسائل يعني أنا لن أذكر المسائل كلها يقول في التبصرة الخطاب الوارد في حق النبي صلى الله عليه وسلم إذا خوطب صلى الله وصلى الله بخطاب خاص به يقول أمته تدخل في هذا الخطاب رجع عن هذا القول إلى رأي الجمهور وقال إنها لا تدخل إلا بدليل إنها لا تدخل ما دام الخطاب خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كيف تدخل أمته معه في الخطاب فهو رجع إلى رأي الجمهور في أن الأمة لا تدخل في الخطاب إلا إذا وجد دليل مسائل أخرى خالف فيها الجمهور لكنه لم يغير رأيه حين أراد أن يعرف الأمر قال إنه القول الطالب للفعل بشرط صدوره من الأعلى للأدنى يعني اشترط العلو اشترط الإيه وهنتكلم إن شاء الله عند الأمر سنتكلم عن هذا بس نحن نذكر نمازج التي خالف فيها الشيخ الجمهور أو خالف فيها الجمهور ولم يرجع وأحيانا رجع أيضا في كتابه اللمع وشرح اللمع تمسك بهذا وهذا رأيه طبعا شيخه هذا رأي شيخه أبي الطيب الطبري وهو رأي المعتزلة لأن المسألة فيها أخوال إن شاء الله حين نتحدث عن الأمر سنذكر إن شاء الله دخول الآمر في الأمر أنت أمرت بشيء هل أنت داخل في هذا ولا لا تدخل هل المخاطبون هم المكلفون بهذا الخطاب أم أنت مثلهم صرح الشيخ في كل كتبه بعدم دخول بعدم دخول الآمر في أمره بعدم دخول الآمر في أمره مسألة أخرى وهذه مسألة شائكة والكل وتحدث عنها وكأن القيامة ستقوم مسألة نسخ القرآن بالسنة والله أنا أعجب من ابن حزم وهو رجل قد أوتي من البلاغ والفصاحة الكسير أعجب منه حين أقرأ له أن القرآن ينسخ بالسنة المتواترة والسنة الأحدية ويقول إن السنة الأحدية والمتواترة كلاهما وحي وما ينطق عن الهوى والقرآن وحي كيف هذا يشير ألفاظ الحديث النبوي ألفاظ بشرية هنا الكلام بتاع الأطرين كله هل القرآن ينسخ بالسنة الجماعة يقول لك العقل يجيز طب هل وقع فعلا نسخ للقرآن بالسنة العقل يجيز العقل يجيز أي شيء هل فعلا حصل كيف هذا لقد عجبت من بعض العلماء الذين يزعمون أن حديث لا وصية لوارس ناسخ لآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم كيف هذا كيف هذا هذا فيه سأل القرآن فالشيخ قال بعدم جواز نسخ القرآن بالسنة واستمر على هذا على هذا الرأي ونحن طبعا نقول بكل تأكيد لا يمكن للقرآن الكريم أن ينسخ بالسنة أستحيل بل لا توجد في القرآن الكريم آية منسوخة الحكم وباقية للتلاوة فقط لا يوجد لكننا ندرس للطلاب في الأزهر حسب المقرر الطالب لو كتب الآية غير منسوخة ربما يرسم في الامتحان لأن الأستاذ على قناعة بأن في نسخ الآية نسخة يقول الولد يجب علم جديد أترك الولد يعمل عقله الأمر فيه مذهبان معتبران مذهب يرى أنه وجود نسخ مذهب آخر يرى أنه لا يوجد نسخ لآية أو لحكم آية أو الآية باقية خلاص لابد أن يحترم كل من أصحاب المذهب آخر أصحاب المذهب الآخر في مسألة انفراد الراوي السقة بزيادة أنت تعلمون هذا أنت تدرسون الحديث إذا انفرد الراوي بعبارة في الحديث لم يذكرها غيره هل تقبل هذه الزيادة أو لا تقبل علماء الأصول يقولون لو هذا الرجل وأن هذا الراوي الذي انفرد بالزيادة انفرد بالحديث كله وهو راوي سقة أما يقبل الحديث منه يبع باب أو لا تقبل هذه الزيادة مدام سقة الشيخ الشرازي قال إن هذه الزيادة تقبل قال بها الراوي للحديث الذي ليست فيه زيادة يعني أو تعدد الراوي أو اتحد المجلس أو غيرت المعنى يقبل الزيادة مطلقة الجمهور يرى أنه عند اختلاف المجلس يعني النبي عليه الصلاة زكر الحديث بدون زيادة أو من غير زيادة في مجلس ثم زكر الحديث في مجلس الآخر بزيادة قالوا ان اختلف المجلس قبلة زيادة طب لو اتحد المجلس قالوا ننظر إن كان الراوي للزيادة أكثر عددا من الذين لم يروا هذه زيادة خلاص نأخذ بقوله طيب الذي راوي الزيادة أقل يبقى خلاص لا تقل لم نعرف أن نجو بغيرت المعنى أو لم تغيره إن غيرت المعنى لا يقبل لا تقبل هذه الزيادة وإن شاء الله في أثناء الشرح سنتحدث عن هذا بالتفصيل إن شاء الله المهم في مسائل الشيخ خلف فيها نفسه يعني مثلا في كتاب اللمع لو أن مجتهدا عرضت عليه قضية فاجتهد وتوصل إلى حكم لهذه القضية طيب توصل إلى حكم لو عرضت عليه هذه القضية مرة أخرى في مكان آخر في زمن آخر هل يكتهد أيضا ولا لا يجتهد يكفي الاجتهاد القديم في اللمع لا يجب عليه أن يعيد الاجتهاد بعد كده اليعيد الاجتهاد اليعيد الايه يعيد الايه الاجتهاد هذا كلام طيب كل يعيد الاجتهاد لأنه ممكن هو عمر بن الخطاب في المسألة الحجرية عرضت عليه أول مرة لم يعطي الإخوة الأشقاء شيئا في المرة الثانية نفس المشكلة من أسرة تانية أو علاء أخرى قضى لهم بالتشريك وهذا على ما قضينا وذاك على ما قضينا انتهى الإشكاء المهم اختصار شريد التبصرة كتاب في أصول الفقه المقار وهو أول كتاب وضعه الشيخ ضمنه الشيخ عشر مسائل لم يذكر شيئا منها في اللمع ولا في شرح اللمع نشوف مقارنة سريعة هم في التبصرة تحدث عن الحكم وعن المحكوم عليه والمحكوم به وغير ذلك لم يذكر هذا لا في اللمع ولا في شرح اللمع أكثر من الاستدلال في التبصرة وشرح اللمع وكان في اللمع يذكر دليلا أو دليلا وأكثر من ذكر الأدلة في التبصرة وفي شرح اللمع كان يذكر محل النزاع في اللمع وشرح اللمع ولم يذكر محل النزاع في التبصرة على العموم هذا موجز وهذه مقدمة لا بد منها لمن يريد دراسة أي كتاب من كتب الشيخ أبي إسحاق الأصولي أقول رحم الله الشيخ الذي توفي ليلة الأحد وقيل ليلة الأربعاء الحادي والعشرين من جماد الآخرة سنة ست وسبعين وأربع ماء وغسله تلميذه أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي ورؤي بعد موته في النوم وكان هو الرجل الفقير الذي لا يجد طعاما يأكله ولا ثيابا يلبسها رؤيا بعد النوم في سياب بيض فقيل له ما هذا يا شيخ أبي إسحاق قال هذا عز العلم قال هذا إيه عز العلم وأنا قلت لكم إن هذا الرجل لم يحج لفقره فوكان فقيرا من ناحية الدنيا ومن ناحية المال أما من ناحية الدين أعتقد أنه لا يوجد على وجه الأرض اليوم من علماء المسلمين من يداني تلاميذ الشيخ أبي إسحاق تلك أمة قد خلت وإلى كتاب اللمعي لكي تحصل لنا بركات الشيخ رحمة الله عليه الذي ليس معه كتاب يعني سيتعب معنا في الشرح الكتاب لا بد منه ابتدأ الشيخ الكتاب بقوله بسم الله الرحمن الرحيم ابتدأ بالبسملة اقتداءً بالقرآن الكريم وعملًا بروايات الأحاديث الواردة في هذا كل أمر ذيبال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع أو فهو أقطع لا فائدة منهم إنه منزوع البركة إنه لا نفع فيه فابتدأ الشيخ بما ابتدأ القرآن وفي الوقت نفسه تطبيقًا لتعاليم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا لكم من هذه العبارة بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم اللهم أسلوب نداءٍ فيه طلبٌ ورجاء كيف هذا؟ الشيخ الشيرازي كغيره من علماء الأمة يرى نفسه أنه عاجزٌ عن مكافأة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يطلب من الله أن يصليه وعليه لأنه لا يعرف قذر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجوك يا رب أن تصلي أنت عليه اللهم صلِّ شوف اللهم هذا أسلوب نداء علماء العربية يقولون أصل الكلمة الله علماء العربية يقولون المنادى إذا كان في أوله ألفٌ ولام إما أن يكون لفظ الجلالة أو غير لفظ الجلالة الله أترك هذا اللفظ الكريم لحظات طيب أي اسمٍ محلاً بالآلف واللام نريد أن ننادي عليه كلمة الرجل كلمة الإنسان قالوا أنت أمام واحدٍ من اثنين إما أن تزيد أيها بعد حرف النداء للمذكر أو أيتها بعد حرف النداء للمؤنسة تقول يا أيها الرجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها النفس المطمئنة تزيد أيها أو أيها وتستمر أو تبقى أيها وأيتها مع المفرد والمسنى والجمع يا أيها الرجل يا أيها الرجلاني يا أيها الرجال يا أيها المرأة يا أيها المرأتاني يا أيها النسوة يا حرف النداء أي منادة مبنى على الضم في محل نصب إلهاء حرف تنبيه الرجل يا أيها الرجل بدل من المنادة اللي هو أي يا أياتها المرأة يا حرف النداء مبنى على السكول لما حلم الأراب أياتها منادة وله حرف تنبيه والمرأة بدل من أياتها يبقى إما أن تزيد بعد حرف النداء أيها أو أياتها أو تزيد اسم الإشارة هذا أو هذه يا هذا الرجل يا هذه البنت هذا إذا كان المنادة محلا بالألف واللام غير لفظ من لفظ الجلالة طب لفظ الجلالة لا لفظ الجلالة تقول يا الله بل تتحول همزته من وصل إلى قطع يا الله والأكثر حزف حرف النداء وإبدال ميم مشددة مفتوحة بدلاً عنها تقول اللهم هذا هو الأكثر وأرباب القلوب يقولون لو فتشت لوجدت لفظ الجلالة الله لا يسنى ولا يؤمن وأن الميمة الموجودة هذه التي ذكرتها بدلاً من حرف النداء فيها إشارة لجميع أسماء الله الحسنى طب مش ممكن يكتمع حرف النداء مع أل نحن قلنا الأكثر حس في أل مع لفظ الجلالة ألو لغة نادرة إني إذا ما حدث ألم أقولوا ياللهم ياللهم هذا شيء نادر في اللغة الشاعر يقول كده والذين يقولون إنه نادر يستدلون بهذا الشاعر لكن الأكثر كما ذكر سي بوايه وشيخ الخليل بن أحمد أن الأكثر حس في حرف النداء وإبدال من مضمومة بدل حرف النداء وخلاصة الكلام في اللهم إما أنها تأتي للنداء المصحوب بالتذلل إلى الله لعل الله يصلي على نبيه صلى الله وسلم إذا تكون أسر بن داء أو تكون أو تكون الحالة الثانية لتأكيد الفهم للسامع تقول لي هل نجح خالد أقول اللهم نعم الحالة الثانية تلتقط تأتي للندرة تقول لراجل بخيل عندكم إن البلدة كلها تحبك اللهم إن تصدقت بشطر مالك هذا مستحيل بزيكة قتل الندرة قليل يبقى اللهم شوف نحلل تحليل الأصول النصية التي كان يحللها لنا مشايخنا يبقى اللهم أسلوب نداء في طلب ورجاء من الله عز وجل ويستخدم هذا الأسلوب في سلاسة أحوال حالة الأولى أسلوب نداء حالة الثانية لتقرير معناً في زهن السامع أو السائل والثالث حالة الثالثة للندرة طيب اللهم صلي يا سلام صلي الصلاة من الله سناء ومن الملائكة السغفار ومن العبد دعاء طيب الصلاة حكمة إيه؟ الشفعية قالوا أنها ركن من أركان الصلاة ركن من أركان الصلاة وهناك من العلماء من قال إنها فرض في كل مجلس أو عند سماعي لإسم الكريم صلى الله عليه وسلم وأنا أعتقد يعني أنه لا يوجد إنسان عنده ذرة من عقل يسمع اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه لقد قال في الحديث الصحيح من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا وجبت له شفاعتي عشر مرات فقط تأخذ دقيقة أو نصف دقيقة هنا قدم الصلاة على السلام الصل وسلم صح تطبيقا للقرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا هنا قال وصلوا عليه وأمعين وسلموا تسليم أتى بمصدر سلم دون مصدر صلى فأكدت تسليم دون الصلاة لأن الصلاة أكدت قبل من أن الله يصلي هو وملائكته جملة اسمية ودقلت عليه إن التي تفيه التوكيد أما التسليم فلم يؤكد فلمراعاة الاهتمام به جئ به مؤكدا صلوا عليه نحن نقول صلى الله عليك وسلم رسول الله الصلاة أول سمت إلا في التشهد فأنت تقدم السلام على الصلاة التحيات النحيات المباركات الصلاة الصلاة كلمات كلها سناء على الله من الذي عرفك بالله وعرفك بالقرآن الذي هو كلام الله هو رسول الله فالملائم بعد السناء على الله أن تسلم على رسول الله بكاف الخطاب كاف الخطاب هذه لا يخاطب بها في الصلاة إلا رسول الله صلى الله بحدش أقول اللهم أكرمك يا ابني في الصلاة أكرمك يا أكرمك يا زوجتي لا كان في الخطاب للرسول الله صلى الله بعد أن أثنيت على ربك تلتفل كلا تجد آمن الذي عرفك بالله هو رسول الله السلام كأنك استحضرت السلام وإيه كان في الخطاب كانه أمامك وبعد أن تسلم عليه وتسلم على نفسك وعلى عباد الله تنطق بالشهادتين انتهت تشاهد آه تبدأ في الدعاء أول شيء تدعو به أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أن تطلب من الله أن يصلي على نبي صلى الله عليه وسلم ما فهوم هذا الكلام الكلام أقوله بإجاز لعلمكم يعني اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد طبعا السلوك في غير الصلاة لابدنا نقول سيدنا وفي الصلاة من أراد أن يسلك مسلك الأدب يقول سيدنا اللهم صلى على سيدنا محمد سلك مسلك الأدب هل امتسال الأمر يقدم ولا السلوك مسلك الأداب في شماعال لاحن الوارد طب خلاص ماشي حين خرج النبي عليه الصلاة في مرض موته بعد أن قيمت الصلاة وأبو بكر الإمام وشاهد النبي عليه الصلاة فأراد أنه تراجع فأشار إليه نبي عليه الصلاة لكنه تراجع خالف الأمر وسلك مسلك الأدب ش ممكن يصلي إماما لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وضع كلامي كده خدوا بلك أول كلمة قالها الشيخ الحمد لله كما هو كما هو أهله يا سلام في علماء ذكروا بأن سيدنا محمد عليه الصلاة بل ليس العلماء هم كلهم قالوا أنه طبعا أفضل الخلق أفضل من أبيه آدم وقالوا إذا كان أولو العزم من الرسل أفضل من آدم وهو من أول العزم وسيد الرسل جميعا فالذكر قال أنا سيد ولد آدم ولا فق صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد هو السناء على المحمود بجميل صفاته وأفعاله هو السناء على المحمود بجميل الصفات والأفعال الشكر هو السناء على المحمود بالنعم فالشكر أخص من الحمد كل شكر الحمد ولا عكس الحمد جملة اسمية الحمد لله مرتنب خبر كما هو أهله المراد الحمد لله حمدا يليق بذاته لأنه لا يستحق الحمد إلا الله بل إنه جل شأنه حمد نفسه قبل أن يطلب من خلقه أن يحمده الحمد لله حمد لله قبل أن يقول وقل الحمد لله الذي لم تخذ ولده الحمد لله فهو حمد نفسه وعظم نفسه سواء عظمه البشر أو المعظمون شكروه أم لم يشكروا إن هذا لن يزيد في ملكه شيئا ولن إن جحدوه إن جحدت الخلق جميعا مولانا قال لشأنه إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني الحميد الحمد لله كما هو أهله وصلاته وصلواته أي رحماته المقرونة بالتعظيم على محمد خاتم النبيين وسيدي المرسلين المرسلين جمع مرسل طيب خدوا بلكم الكلام الشيخ سألني بعض أخواني أقفل بها سألني بعض أخواني السؤال هو الطلب والبعض طائفة يطلق على واحد اثنين أكثر لم يسمي هذا البعض بل إنه في كتاب شرح اللمع لم يذكر هذه العبارة سألني بعض إخواني في خلاف بين العلماء هل يجوزوا سألني البعض يعني تدخل أل على بعض ولم ينفع شي سيب وإيه والأخفش أجازة هذا الشيخ العبد الملك الأصمعي المتوفى سالة اثمانتين وستين أنكر هذا إنكاراً كبيراً لما قيل للأصمعي مرة إن ابن المقفع تعرفين تعرف ابن المقفع هذا رجل كان في شيء من الزندقة لأن آباه كان مجوسياً وعاش ستة وتلاتين سنة فقط ومات حرقاً في الفرن كان أحد الأمراء يعني تقول له أنفٌ كبير فكان ابن المقفع يسخر منه إذا دخل عليه وهذا الأمير جلس وحده يقول السلام عليكم ما يقصد منخوره ألفاً ويقصد الراجل فوجد الرجل أن في هذا إزاءاً لمشاعره قال الذين كتبوا التاريخ إنه أحرقه مات محروق المقفع دي ستة وتلاتين سنة وصل الأصمعي أن ابن المقفع يقول العلم كثير لكن أخذ البعض منه خير من ترك الكل شوف أخذ البعض الألف والأمير خير من ترك الكل فأنكر هذا وقال ألا تدخل على ألا بعض على كل وقال للقرآن قال وكل أتو داخري وإن بعض وكل الأصل فيما أدنهما يضافان إلى ما بعدهما وبعض العلماء أحد تلميذ الأصمعي قام بحملة ضد سيبوية والأخفش وقال إنما قال هذا لقلة علمهما ياهو قلة علم سيبوية والأخفش يعني شيخك يقول هذا ولو قرأت لسان العربي اللي ابن منظور لو وجدته ينسب إلى النحويين يقول النحويون أجاز الألف واللام في بعض وأنكرهم مين في بعض وكل وأنكرهم مين الأصمعي وأنكرهم مين الأصمعي هذه معنى سألني بعض في الأصول النصية ممكن نتكلم في النحوي في الصرف في البلاغة في الفقه وهكذا كما تعلمناه من مشايخنا سألني بعض بعض هنا فاعل إخواني بكسر الهمزة على الأشهر ويجوز ضمها في لغة قليلة أخواني إخواني جمع أخ الأخ أخي من النسب أخي من الرضاع أخي في الله أخي في الصداقة الأكثر أشو بقولي الأكثر في أخ بمعنى النسب أن يجمع على إخوان ويجوز جمع على إخوان أما أخي معنى الصديق فالأكثر جمعوا على إخوان وقد يجمعوا على إخوة من باب إنما المؤمنون أو منه إنما المؤمنون إيه إخوة مفهوم كلامي هذا ولا مش مفهوم سألني بعض إخواني أن أصنف في صنف وفي صنف وكلهما معناه النوع صنف يجمع على أصناف زي حمل وأحمال وصنف بالفتح يجمع على صنوف كفلس وفلوس طيب صنف تصنيف أن أصنف أصنف فعله مدارع ما هذا؟ أن أصنف له مختصرا مختصرا فين؟ أصنف هل هناك فرق بين التصنيف والتأليف؟ التصنيف التصنيف ضم صنف من الكلام إلى صنف آخر وإن لم يكن بينهما موأمة أنت لو خرأت كتاب بدائع الفوائد لابن القيم هتجد فيه يأتي مسألة فقهية وأصولية ولغوية ونحوية يبقى التصنيف ضم صنف من الكلام إلى صنف آخر وإن لم تكن بينهما موأمة أما التأليف فهو ضم صنف من الكلام إلى صنف آخر على أن تكون بينهما موأمة وتناسب وتناسق فالتأليف أخص من التصنيف كده واضح؟ سألني بعض إخواني أن أصنف لو أنا قلت سألني بعض إخواني تصنيف يبقى تصنيف لموقعه في الإعرب مفعول مفعول ثاني لأن المفعول الأول ليأفي سألني مفعول كلامي أن أصنف له مختصرا مختصرا هنا اسم مفعول صحي ولا لا؟ طيب اسم الفاعل مختصر مش اسم المفعول يأتي منه مشكلة طيب مع فتح ما قبل الآخر اسم مفعول اسم الفاعل مع كسر ما قبل يبقى مكرم اسم مفعول مكرم اسم فاعل أن أصنف له مختصرا مختصرا الاختصار هو الإتيان بألفاظ قليلة متضمنة معانية كثيرة لذلك قالوا الكلام يختصر ليحفظ ويشرح ليفهم الكلام يختصر ليحفظ ويشرح ليفهم والزكاء ليس في الإطناب وإنما هو في الإيجاز لذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم أعطيها جوامع الكلمة أن أصنف له لهذا البعض الذي سأل مختصرا في المذهبي في المذهبي جربه مجرور متعالق محزوف صفة لمختصة والمقصود بالمذهب إنه مذهب مين مذهب الإمام الشافعي ليه لأن الشيخ شافعي المذهب أن أصنف له مختصرا في المذهب في أصول الفقه برضو جربه مجرور متعالق محزوف صفة لمختصة قبل كلمة في أصول الفقه كان الطلب محتملا أن يكون المختصر في الفقه أو في الأصول لكنه بعد أن ذكر كلمة في أصول الفقه دل على أن الطلب خاص بأصول الفقه ليه هنا بقى التعليل صلت هذه العبارة بما قبلها أي ليكون ذلك مضافا إلى كذا تعليل فتحت الشباكة ليدخل الهواء العل فتح الشباكة إيه؟ عشان الهواء يدخل فهنا مجحين أقول لك ما علاقة قوله ليكون ذلك مضافا إلى ما عملته يبقى تعليل لإيه؟ لطلب كتاب تأليف كتاب في الأصول الفقه ليكون ذلك الذي طلبه الشيخ أو السائل مضافا إلى ما عملت من التبصرة في الخلاف قلت وأقول ولا تنس إنها إن التبصرة كتاب في الفقه المقارن في أصول الفقه المقارن شوف الشيخ فأجبته إلى ذلك السلام شوف فأجبته الفقه تفيد التعقيد هل هل أجاب فورا بالبدء في الكتاب أم أنه أعلن موافقته بالوعد المهم هو لبى طلب الرجل قل فأجبته الفقه للتعقيد ترتيب تعقيد هل بدأ في التأليف مباشرة أم التعقيد كان خاصا بإعطائه الرجل إيه وعدا طيب فأجبته إلى إيه إلى ذلك يعني إلى السؤال المتقدم المفهوم من قوله سألني أجبت لي الإيجاباً الإيجاباً لمسألته أي إثباتاً وتحقيقاً لها وقضاءاً لحقه أي من أخوة الإسلام فلاه حق عليك كما قال زكاة العلم تعليم الجاهل أن نستظن بأن الزكاة خاصة بالمال لا فيه زكاة جاه أنت رجل لك مكانة لجأ إليك بعض الناس لقضاء بعض المصالح زكاة عن صحتك زكاة عن مكانتك زكاة العين عدم النظر بها إلى الحرام زكاة الصحة أن تقف بجوار مريض كي تساعده الزكاة أنواعي يا أحباب قوله وأشرت فيه إلى ذكر الخلاف وما لا بد منه من الدليل فربما وقع ذلك إلى من ليس عنده ما عملت من الخلاف يا سلام الرجل يقول أنا أجبته وذكرت فيه ما ذكرت لأن ربما هذا السائل وغيره لم يحصل واحد منهم على كتاب التبصير الذي كتبته قبل ذلك وإلى الله أرغب أن يوفقني للصواب ويجزل لي الأجر والثواب إنه كريم وهاب وإلى الله أرغبه هذا شأن العبد الذي تحقق فيه وصف العبودية يفعل ويتزلل إلى الله يفعل 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 الخير ولا ينسبه إلى نفسه بل ينسبه إلى الله إذ لولا توفيق الله له ما فعل وكما أقيل أفضل ما يصعد من الأرض إلى السماء الإخلاص وأفضل ما ينزل من السماء إلى الأرض التوفيق وما توفيقي إلا بالله كذلك أي عمل تعمله في دنياك إن لم يكن مصحوبا بالإخلاص فلن تجد له سوابا في صحيفة حسناتك يوم القيام إنه كريم وهاب يجزل شوف يجزل يعني يجزل يعني يعظم للأجر والسواب السواب عطف تفسير لأن السواب أصلا داخل في الأجر فهو عطف تفسير هو السواب مقدار من الجزاء إنه كريم أجواد محسن وهاب صغة مبلغة كثير العطايا لا يقدر على العطاء غيره لا يقدر على العطاء غيره طيب ولما كان الغرض بهذا الكتاب أصول الفقه وجب بياءه قل ما الذي سيكتبه قل وجب بيانه العلم وجب طبعا جواب لما وجب بيان العلم يعني أنها عرف العلم والظن وما يتصل بهما أي من تقسيم العلم إلى ضروري ومكتسب وأذكر حدهما وحد الشك والجهل هو أقول هذا الشيخ وجب بيان العلم والظن وما يتصل بهما ليه تعليل لأن لأن بهما يدرك جميع ما يتعلق بالفقه ثم نذكر النظر والدليل وما يتصل بهما أي من تقسيم العلم إلى ضروري ونظري لأن بذلك يحصل العلم والظن ثم نبين الفقه وأصول الفقه إن شاء الله عز وجل الشيخ يقول أنا سأذكر كذا وكذا وكذا طيب بدأ الشيخ في تنفيذ ما وعد به فقال تحت عنوان باب بيان العلم والظن وما يتصل بهما ما معنى الباب هو اسم لجملة من العلم أو اسم لجملة مختصة من العلم مجتملة على فصول ومسائل غالبا اسم لجملة من العلم مجتملة على فصول ومسائل غالبا وهو دون الكتاب لأن الكتاب اسم لجملة من العلم مجتملة على أبواب وفصول ومسائل والفصل اسم لجملة من العلم مجتملة على مسائل يبقى الكتاب تعريف الكتاب يعم الباب والفصلة اسم لجملة من العلم مجتملة على أبواب وفصول ومسائل أما الباب فهو اسم لجملة من العلم مجتملة على فصول ومسائل أما الفصل فهو إيه اسم لجملة من العلم مجتملة على إيه على مسائل خلوا بل الشيخ يقول ونقدم على ذلك بيان الحد لأن به يعرف حدل والتعريف لأن به يعرف حقيقة كل ما نريد ذكره طبعا عرف الحد فقال والحد عبارة كلمة عبارة يعني تعبير عبارة عن المقصود يعني المحدود بما يحصره ويحيط به إحاطة تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه أو يخرج منه ما هو منه هذا تعريف الشيخ الذي ذكره وهو تعريف للحد بالمعنى اللغوي لو نظرت إلى علماء الأصول والمنطقة لو وجدت المناطقة يقولون إن الحد ما كان بالذاتيات الجنس والفصل ووجدت الأصوليين يقولون إنه يكون بالذاتيات وقد يكون بالعرضيات كيف هذا؟ مثلا قالوا إن الحد فيه تعريف بالحد وتعريف بالرسم وتعريف باللفز لن نخوض في التعريف بالرسم ولا باللفز نحن هنا في التعريف بالحد التعريف بالحد نوعان حد تام وحد ناخص الحد التام هو ما كان بالجنس القريب والفصل القريب تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق لأن الأجنس هكذا حيوان نامي جسم جوهر حيوان نامي فوقها جسم جوهر الجوهر ده يقوله جنس بعيد الحيوان جنس قريب نامي وجسم يقوله جنس متوسط ما كان وطبعا عرفوا الجنس بأنه ما صدق في جواب ما هو على كسرين مختلفين بالحقيقة في كلام كثير في هذا المهم ما كان بالجنس القريب والفصل الفصل عبارة عن أنه يميز المهية عما يشاركها في الحيوانية حين يقول إنسان حيوان ناطق يبقى مميز الإنسان عما يشاركه في الحيوانية يبقى الحد التام ما كان بالجنس القريب والفصل القريب تم الحد الناقص ما كان بالفصل فقط تعريف الإنسان بأنه ناطق أو بالجنس القريب مع الفصل القريب لكن مع تقديم الفصل على الجنس فأقول الإنسان ناطق حيوان أو بالجنس البعيد مع الفصل القريب أو للإنسان نام مثلا أو جوهر أو كذا هذا حد التام وحد ناقص طيب شوفوا الشيخ يقول والحد هو عبارة عبارة عن تعبير عن المقصود يعني المحدود مش كده بما يحصره ويحيط به إحاطة تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه يعني بعبارة المناطقة جامع مانع جامع مانع يجمع كل أفراد المعرف ولا يدخل فيه شيء من غيرهم قال ومن حكم الحد أن يضطرد وينعكس العكس الاضطراض هو التلازم في الثبوت بمعنى أنه كلما وجد المعرف وجد المعرف والانعكاس التلازم في النفي بمعنى أنه كلما انتفى المعرف انتفى المعرف ألا يكون أن يكون شرط التعريف أن يكون إيه أن يضطرد وينعكس مش كده أن يضطرد وينعكس هذا شرط معنوي هناك شروط لفظية للحد أن يكون التعريف أوضح من المعرف ألا تكون فيه أو التي للشك أو للإبهام ألا يكون فيه لفظ مشترك لأن الأصل في التعريف أن يكون واضحاً لا غموضة فيه وإن كان بعض العلماء أجاز دخول اللفظ المشترك في التعريف إذا وجدت خرينة تبين المراد من هذا اللفظ ماشي يا سيدي طيب فصل نحن عرفنا الفصل مش كده فأما العلم هو طبعاً وعد بأن يعرف العلم والظن فأما العلم فهو معرفة المعلوم على ما هو عليه وقالت المعتزلة هو اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إليه ثم حكم على تعريف المعتزلة بعدم الصحة فقال وهذا غير صحيح لأنه غير مانع وهذا غير صحيح خدوا بالكم لأنه في النسخ المطبوعة بتقول لأن هذا يبطل باعتقاد العاصي فيما يعتقده فإن هذا المعنى موجود فيه وليس ذلك بعلم الصواب باعتقاد المقلد نعم مكتوبة عندكم خال العامي خال أصبع هو المقلد هو المقلد فكلمة العاصي هذه كلمة خطأ أنا النسخة التي معي مطبوعة سنة السبعة وخمسين سنة السبعة وخمسين نعم نعم فهو طبعا نحن نقول العاصي غطأ طبعا إنما هو مين اللي هو المقلد لأن كلام العامي أو المقلد لو طابق الواقع برضو لا يسمى علما لا يسمى إيه علما يبقى يا هذا التعريف التعريف المعتزلة خطأه الشيخ أو حكم عليه بعدم الصحة لأنه غير إيه غير إيه غير مانع كويس طيب بدأ يتحدث عن العلم فقال العلم ضربان يعني نوعان خديم وإيه ومحدث خديم والذي لأول لهم ولا ابتداء علم الله وقتا كان عالما كان حكيما كان بصيرا ذلك هو علم قديم أما علمنا نحن فحادث حادث لي لأنه علم مسبوق بجهل وعرضة للنسيان يبقى القديم هو الذي لأول لوجوده ولا ابتداء المحدث هو الذي لأوله وجود وابتداء مش كده علم مولانا جل شأنه شف القديم علم الله عز وجل وهو متعلق بجميع المعلومات ولا يوصف ذلك بأنه ضروري ولا مكتسب الضروري هو الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال المكتسب وسأتحدث عن هذا إن شاء الله يدواتي والمكتسب هو الذي يحتاج إلى نظر لا يوصف علم الله بهذا علمنا نحن هو الذي يوصف والمحدث علم الخلق وقد يكون ذلك ضروريا وقد يكون مكتسب فالضروري كل علم لزم المخلوق على وجه لا يمكنه دفعه عن نفسه بشك ولا شبه كالعلم الحاصل أنت ترى بعينك الشمس هذا علم علم حاصل ضروري لا يحتاج إلى نظر موجودة الشمس موجودة الشمس تقرأ في الكتب أنه توجد بلدة في الكون الآن تسمى بغداد فيه تواطر هذا فيه فيه الكعبة أمور متوترة كالعلم الحاصلي عن الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس والعلم بما توارد تواطرت به الأخبار عن ذكر الأمم السالفة فيه قمعاد وقم كذا وقمهود وقم سمود والبلاد النائية عن البعيدة وما يحصل في النفس من العلم بحال أنت تدرك نفسك أنك مريض تشكو من شيء أنت جائح أنت شبعان كل هذه أمور من الصحة والسقم والغم والفرح وما يعلمه من غيره من النشاط النشاط هو طيب النفس للعمل وغيره وضد النشاط الكسل والفرح والغم والطرح الطرح والحزن وخجل الخجل ووجل الوجل أفهم خجل الخاء مفتوحة والجن مفتوحة الخجلي مفتوحة والجن مكسورة ووجل فتح الواو الجيم الوجل فتح الواو مع كسر الخجل الحياء وعلامته حمرة في الوجه والوجل الخوف وعلامته اصرار في الوجه خايف وش مصفر مفهوم كلامي وخجل الخجل ووجل الوجل وما أشباه مما يضطر إلى معرفته مفتوحة كل هذا كل كلام ضروري المكتسب كل علم يخع عن نظر واستدلال كالعلم بحدوث العالم أي التصديق بأن العالم حادث لأنه لم يكن فكان حادث كل ما كان معدوما ووجد حادث الذي يتصف بالقدم فقط هو مولانا قال لشان إنما الكون كله حادث كالعلم بحدوث العالم وإثبات الصانع لن أقول هذا الكون حادث وكل حادث لابد لهم من محدث موجود هذا المحدث الموجود هو الله وصدق الرسل ووجوب الصلاة شيء عجيب وجوب الصلاة من العلم المكتسب نعم صلاة معلومة من الدين بالضرورة والأمر بها جاء في القرآن طمه الأمر بالانتشار في الأرض بعد صلاة الجمعة ورد في القرآن الأمر في صورة فصلة اعملوا ما شئتم في القرآن ما الذي أعلمني بأن الصلاة واجبة عليه بعلم مكتسب أقوم بصنع قياس من الشكل الأول فأقول أقيم الصلاة أمر مجرد من القرائن وكل أمر مجرد عن القرائن يفيد الوجوب إذن أقيم الصلاة يفيد الوجوب لا تقرب الزنا نهي مجرد عن القرائن وكل نهي مجرد عن القرائن يفيد التحريم إذن لا تقرب الزنا للتحريم يبقى هنا في هذه الحالة مهودة نهي نعم من يضرب أمثلة أن مثل هذه المسائل أو الإمام بها تموا اعملوا ما شئتم هل الأمر هنا للوجوب لو كان للوجوب لم عزبنا الله لأننا نفزنا ما أمر فقال أعملوا ما شئتم لكنهم بالتهديد والذي أعلمني بأنه تهديد تزيل الآية بقوله إنهم تعملون وصير لو تشاجرت معك زوجتك وأدعو الله أن لا تتشاجر تقول لها طي اصبري سيأتي يوم إن شاء الله إن شاء الله هذا تهديد ولد تشاجر في الفصل يقول له الأساس اصبر والامتحان بيننا افعل ما شئت والامتحان بيننا هذا أمر الوجوب ولا للتهديد ووجوب الصلاة وأعدادها ووجوب الزكاة ونصبها أيضا آتوا الزكاة أمر مجرد عن الخرائن وكل أمر مجرد عن الخرائن وفي للأيه الوجوب إذن آتوا الزكاة للأيه للوجوب وغير ذلك مما يعلم بالنظر والاستلال مما يعلم بالنظر وإيه مشايخ والاستلال طيب أراد أن يعرف الجهل فقال وحد الجهل يعني تعريف الجهل تصور المعلوم على خلاف ما هو به الجهل نوعان جهل بسيط وهو عدم معرفة الشيء جهل مركب معرفة الشيء على غير حقيقته هذا يتعب لأنك تريد أن تنقي زهنه من المعلومة الخطأ أولا ثم بعد ذلك تعطيه المعلومة صور يبقى الجهل البسيط عدم معرفة الإيه والجهل المركب معرفة الشيء على غير حقيقته وحد الجهل تصور المعلوم على خلاف ما هو به به والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر بعض علماء يقول إذراك الطرف الراجح ونفسه والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر كاعتقاد الإنسان فيما يخبر به السقة أنه على ما أخبر به وإن جاز أن يكون بخلافه وظن الإنسان في الغيم المشف في السخين المشف يعني البارد في هوى بارد وهوى تقيل فنقول الظن حينئذ أن تمطر السماء يبقى الغيم المشف في السخين يعني الغيم زي الهواء البارد السخين وظن الإنسان في الغيم المشف في السخين أنه يجيء منه المطر وإن جوز أن أن ينقشع يعني بدون ما ينزل ما ينزل مطر وإن جوز أن ينقشع من غير مطر واعتقاد المجتهدين فيما يفتون به في مسائل الخلاف وإن جوز أن يكون الأمر بخلاف ذلك وغير ذلك مما لا قطع به ثم قال الشيخ والشك تجويز أمرين لا مزية لأحده ما عدد آخر هذا هو الأصل في التعريف تشك في شيئين لا مزية ماذا أصنع بل كشك الإنسان في الغيم غير المشف أن يكون منهم مطر أم لا وشك المجتهد فيما يقطع به من الأقوال وغير ذلك من الأمور التي لا يغلب فيها أحد التجوزين على الآخر طيب أنا يا سيدي في العبادة شكيت حصل عندي شك هل ذي الركعة الثانية أو الثالثة أطبق خرجت من البيت متوضعاً وشككت أنا جالس الآن هل أنا انتخذ وضوئي أم لم ينتقد استصحاب الأصل الأصل عدم الوضوء استصحاب الأصل وطرح الشك وإبقاء مكان على إيه أنا مكان باب النظر والدليل هذا الكلام كله الشيخ يذكرك مقدما للموضوعات الأصولية هو يرى أنه لابد منها والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه وهو طريق إلى معرفة الأحكام إذا وجد بشروطه ومن الناس من أنكر النظر وهذا خطأ لأن العلم يحصل بالحكم عند وجوده فدل على أنه طريق له كيف ينكر النظر والله أمرنا به ده أذكر العقاد ذكر بأن لكتب اسم التفكير ذكر أن في القرآن حوالي 200 آية تدعو إلى إعمال العقل والفكر قل انظروا ماذا في السماوات والأرض قل انظروا ماذا في السماوات قل شيروا في الأرض ثم انظروا قل سيروا في الأرض فانظروا فلما جن عليه الليل رأى كوكبا إلى آخره وفي أنفسكم أفلا تبصرون احذر أن تقول أو أن تفهم إن مولانا جل شأنه حين أعطاك عقلا وأمرك بالمحافظة عليه احذر أن يكون فهمك قاسرا وتقول إن المحافظة عليه تكون بالبعد عن المخدرات فقط لا المحافظة على العقل تكون بإعمال العقل تدبر فكر وتدبر في الكون لابد من إعمال العقل والفكر الآن الحزمة والأشياء التي لو رأيت ذهبت إلى محل الآن تشتري شيء ربما بعشرة قروش لكنهما شيئان شيء بستة وشيء بسبعة لا يقول لك هات عشر وإنما يشتغل على المكنة فالعقل وقف إلى هذه الدرجة تطور وتقدم على حساب إعمال العقل شيء بسيط وأما شروطه أي شروط النظر من أجل السنباطي الأحكام الشرعية فأشياء أحدها أن يكون الناظر كامل الآلة يعني تتوافر فيه شروط الاكتهاد وهي تكلم عنها الشيخ بعد كذا هو أله على ما نذكر في باب المفتي إن شاء الله والثاني أن يكون نظره في دليل لا في شبهة والثالث أن يستوفي الدليل الشرطة لا مهم أوي أن يستوفي الدليل ويرتبه على حقه فيقدم ما يجب تقديمه ويؤخر أن يعمل سابغات دروعا سابغات على العمو هنزود شروط عشان خطرك يعني أن يستوفي الدليل أنت عارف أن يستوفي الدليل ليه على أنك فيه دليل خاص ودليل عام ودليل مطلق ودليل مقيد هنا أقول لك أن يستوفي الدليل هو يقدم الخاص على العام يقدم المطلق على مقيد يقدم المتواتر على الأحاد ويطبق قواعد الترجيح شوف لذلك يشوف العبارة التي عندي في النسخة القديمة يقول أن يستوفي الدليل ويرتبه هيرتب الشروط أم لا يرتب الدليل ما كده خدوا بالكم من الأشياء التي يجب أن يطبقها المجتهد لاستنباط الحكم أن يذكر كل ما يحيط بالمسألة من أدلة مثلا هل تستطيع أن تحكم بأن السارقة تقطع يده بدليل أو بآية والسارق والسارقة فقط أي دهما فقط لا لا بد أن تضم إلى الآية حديث لا تقطع ينسارق إلا في ربع دينار في الصعيد اللي بتحدث عن النصاء لابد أن تضم إلى الآية فإذا أواه الجرين الحرز لابد أن تضم إلى الآية إذ رأوا الحدود بالشبهات هذا هو العلم يا أحباب تأخذ بظاهر الآية هكذا لا يبقى لابد الآية الآية عامة السارقة والسارقة فاقطع يا سلام ما قالش السارقة والسارقة اقطع الفاقطع ليه قالوا لتضمن المبتدأ معنى الشرط كأن الله قال إن سرق السارقة فاقطع وجواب الشرط إن كان جملة طلبية يجب اخترانه بالفا اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد وبالتنفيس إسن وسوف إذا كان الجواب الشرط واحد من هذه الأمور يجب يخترانه بإيه إذا كان جملة اسمية طلبية وبجامد فعل جامل وبما ولن وقد وبالتنفيس وسوف يبقى هنا لا يمكن إثبات الحكم بظهر الآية لأن الذي نزلت عليه الآية هو الذي قال لا تقطع يلو سارق إلا في ربع دينار فصاعدا يبقى متى تقطع يلو السارق نقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إن كان المسروق ربع دينار فصاعدا وأخذ من حرز مثله وانتفت الشبهة واضح ولا مش واضح بعد كده ايها حبيبي فصل وأما الدليل يا سلام الكلام بتاع الشيخ ده وأما الدليل دليل فعيل بمعنى فاعل بمعنى ايه فاعل الدلالة كالدل بالضبط كده في خلاف بين العلماء الشيخ ذكروا إجمالا كده الدليل طبعا هو المرشد هل هناك فرق بين الدليل والأمارة في قولان للأصوليين قول يقول نعم الدليل يعني بقول الدليل هو القطعي والأمارة تدل على كأخبار الأحد قول آخر وأنا معه الدليل يشمل القطعية والظني والأمارة خاصة بالظني كل أمارة دليل ولا عكس كل أمارة دليل ولا إيه كما يقول المناطقة بينهم ومن بعض عموم وخصوص مطلق ماشي يا سيدي يبقى الذين يقولون إن الدليل خاص بالقطع يقولون إن الأمارة خاصة بالإيه بالظني والذين يقولون إن الدليل يشمل قطعية والظني قالوا إن الأمارة خاصة بالظني وعليه فالأمارة تندلق وتدخل تحت إيه تحت إيه الدليل ممكن يقال عن أمارة دليل أيضا ممكن يقول دليل شوف الشيخ بقول إيه وأما الدليل فهو المرشد إلى المطلوب ولا فرق شوف قد بالكم من كلامه ولا فرق في ذلك بينما يقع به من الأحكام كالأدلة القطعية وبينما لا يقع به كالأدلة الظنية أنا بزود أني عندي أنا بزود عشان أفهمك أنت لو معك ألم تكتب ورايا وقال أكثر موجودة العبارة إيه بينما يقطع به وما لا يقطع به وبينما لا يقطع به كلام سليم النسخة اللي عندي ما فيهاش كلمة يقطع ماشي ماشي وإن كان المعنى يمشي كان المعنى إيه يمشي ولا فرق في ذلك بينما يقطع به من الأحكام كالأدلة القطعية وبينما لا يقطع به كالأدلة الظنية قلوا بلكم وقال أكثر المتكلمين لا يستعمل الدليل إلا فيما يؤدي إلى العلم فأما فيما يؤدي إلى الظن فلا يقال له إيه دليل وإنما يقال له إيه يبقى القولان اللذاني قلتوما لك إن القول الأول يقول إن الدليل يطلق على القطع والظن عادي والقول الثاني يقول لك الدليل خاص بالقطع والأمرة خاصة بالإيه بالظن كلام جميل هو بقول هذا خطأ لأن العرب لا تفرق في تسمية بينما يؤدي إلى العلم أو الظن فلم يكن لهذا الفرق وجه وأما الدال فهو الناصب للدليل وهو الله عز وجل وقيل هو والدليل واحد كالعالم والعليم وإن كان أحدهما أبلغ اللي هو العليم لأن العليم صغط مبلغا والمستدل هو الطالب للدليل ويقع ذلك إن هو المستدل على السائل لأنه يطلب الدليل من المسؤول ويطلق أيضا على المسؤول لأنه يطلب الدليل من الأصول اللي قال القرآن والسنة والإجماع والقياس والمستدل عليه هو الحكم الذي هو التحريم والتحليل فضل سطر واحد والمستدل له يقع على الحكم لأن الدليل يطلب له أي للحكم ويقع على السائل لأن الدليل يطلب له أي لأجل علة الحكم والاستدلال هو طالب الدليل وقد يكون ذلك من السائل للمسؤول وقد يكون من المسؤول في الأصول التي هي القرآن والسنة والإجماع والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر